السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دوجا شانايل كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله هنشوفوا الجزء الثاني من تصفية القفطان كنا شفونا في الجزء الاول طريقة تركب العقد اليوم ان شاء الله هنشوفوا طريقة الجموع ما نطولش عليكم هاد الفيديو إلي كنت كان فيدكم متنسافش الاشتراك في القناة ودعموني بلايك باش يوصلكم دائما كل جديد ونبدأ وتطبيق على بركتي الله وكنحتاجوا لطلوية ديال العقيدات المفتل ممكن انا نستعملوا بترسان ولكن كان فضل المفتل لانه وقيعطينا في طلوية واحد الجمال يزوينا العقيدات وكذلك كانحتاجوا المخطف واليبران وهذه هما العقيدات ديالنا اللي غنديروا لهم طلوية كنت شاركتهم معكم من قبل طريقة تركب العقيد ودائما كلوية كان بدوها من الضهر يعني الضهر ديال القفطان يعني ماشي من الامام وكان ناخدوا المفتل ديالنا ودائما الخدمة بالمفتل كتكون مرخية يعني ضروري سواء خدمنا بالمفتل اولا بالطرسان ضروري ما يكون مرخي باش ما يجيوناش العقيد من الضيرين بزاف وجينا القفطان نكمش لهذا لازم انا نحاولو ان انا نفتحو ذاك المفتل او نا كيما كان قولو بصنعاء كان فسخو المفتل وكان حاولو نقبطو بهات شكل هادا كان قبطو ذاكرة رويز ديال المفتل وكانلويو بهات طريقة هادي كيف كتلاحظو ياري في طريقة ره سهلة وما كنزيروش تلوية ضروري ومؤكد ما اننا كنخليوها مرخية باش ما يجيناش العقاد يجيونا مجموعين لازم ما كنخليو الخدمة تكون ماشية بسهولة يعني ما معقداش هالطريقة هادي بالعكسرها سهلة بسف كان بتقاوب هات شكل هاكده يعني كنلوي وبهات طريقة دي كان نحاولو اننا نلوي ويدينا على العقدة باش كتاخد ذاكرة رحة ديالي يعني ما كتجيش مزييرة بزاف كيف كتلاحظوش كي كي يجيو العقيدات يعني ما تيجيوش مزيرين بزافة نهائيا تيجيو مرخيين تماما يعني العقاد يكونو يعني مرتاحين منزيرين ما ولو يعني في الجموع غادي تجينا الخدمة مطلقة وكانبقاو بها الطريقة هادي كاللويو كان حاولو اننا نلوي ويدينا على العقدة بهات شكل يعني حتى كنلوي والاخير يعني وكانبداو دا ايمن ملاحظة القفطان كانبداو تلوي ديلو يعني من الأسفل يعني ماشي من الفوق من طوق يعني كما تنقولو كانبداوهم من جليل من جليل وحنايا كنلوي وحتى كننوصلو للرس ديال الطوق هادي معلومة ضروري منها اننا ما يمكننش اننا نبدو تلوي من طوق ونجيوها بطينا غادي جينا الخدمة كلها عوجا والعقاد كلهم كمشين يعني لازم ومؤكدنا كن اكداليكم اننا الخدمة كتبدا من جليل وكتجي طالع الخدمة يعني لازم يكونو مرخيين كنبقوا بهات الطريقة وحتى نكملو القفطان ديالي للرس ديال الطوق اشتركوا في القناة موسيقى 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 نضرب 1 جوج غريزات نضرب 1 جوجه نضرب 1 جوجه طريقة التلوية طريقة الجمعة طريقة الجمعة نقضع المطور نقوم بفتحة الضوء نقوم بفتحة الضوء ضروري نقوم بفتحة الضوء نحاول اننا نقضي القفطان ديالنا ضروري ما نقضي الهبطة ديالنا باش تجينا يعني الجهة مع الجهة يعني يجيوا مقدين ما تجيش جهة طلعة وجهة هبطة او لا يجينا واحد دي كالا جكاين باش يجينا القفطة مبوق من القدم دياله يعني لازم ما يكون عندنا الهبطة تكون مقدة كان نقضي القفطان ديالنا هو اللول في اللول كانشوفه وشبكين شناشي مشكل هاد كان بدأو الخدمة المهمة البنت دا باية كنقضي الفتسي بسليحة نقضي يجب ان ندربوه في المفتل له فقط نضربه مع المفتل اللي لوينا. يعني ما نقيسوش التوب نهائيا. فقط جمع دينا تكون عندنا غيف المفتل. نضربو غيف المفتل او لفط طرصان فيه. نضربو الغراز دينا يعني ممكن نضربو إليه ضربنا في التوب. كنوا على يقين ان العقاد كلهم غادي يجيو مكمشين وغادي يجيو مجموعين. لهذا لازم انا نخدمو في المفتل فقط. يعني كيف تلاحظون الطريقة سهلة واضحة كذلك في الفيديو. نضربو غريزة في المفتل في العقدة مع الجهة اللي هي في المفتل اللي مقابل معها. نتمنى شرح ديالي انه يكون واضح. وكان بقاو ماشين وحنا كان قادتو. نضربو غريزة حدا غريزة يعني باش كنوا عارفين بان العقد دينا كلهم ضربناه يعني ما غنبعدوش العقد يعني تكون غرزة حدا غرزة باش ما يجيش لنا العقدة نضربوها وكيف قط لكم وان كان اكده لها المسألة هادي ان انا كان خيطه فقط في المفتل. يعني كان قبطه في المفتل اللي ملوين فيه مع المفتل اللي مقابل معه. ما نقبطوش نهائيا ما تغرزة ما نقبطوها في التوب. لان مجرد الى قبطنا في التوب يعني غادي تجي الخيطة كلها نضيعها وخصنا عاؤتني كنضطروا انا نفتقو ونعاودو الخدمة ورا ما يمكن شرا كينا راها متعيبة. كان بقاو بهات شكل هادا كيف قا تلاحظو. كان ضربو في الغريزة دينا. وبالنسبة للتركب دي العقدرة ضروري البنات ما تكون عندكم الحلقة انا راها تلفت لي ما عرصاش في مشاتعي تنقلب عليها ما لقيتهاش. اي باش نصور لكم الفيديو واني اضطريت انا نخدم بلا بيها. الضروري ما تكون عندنا. وكان بقاو بهات شكل هاكده ماشين. وحنا كان جمعوه في هات القفطان هادا. من كي تسري لنا الخيط كان ديرو بهات شكل هاكده يلي ما كان نجيوش كان قطعوه. وكان نضربو واحد غريزات في التوب. بهات شكل باش ما يتحلش لنا من بعد. شكي كاتجي الخدمة يعني كيجيو بالعقيدة دينا مطلوقين تماما يعني ما كيجي انتشي مشكلة. هنت مشتو كاتجي. كاتجي. حتى الترزات كاتجي الترزة احدى احدى احدى. يعني كيجيو مقدين. وكان نحتاجو الشماء باش نشمعو به الخيط دينا. حيث كاتعرفو الخيط تيكون شوية شراشي. والعقيد قاسحين في الخدمة ديالهم. يعني ضروري ما نشمعو هادا الخيط هادا باش نرقبو فيه العقيد. باش يبقاو لنا العقيد المدة طويلة وما يتفتحوش معانا. ممكن اننا نخدموه بالخيط تدريس عادي مش مشكلة وخا ما نشمعوش. ولكن بالنسبة للعقيد يعني لازم ما نشمعوه. ولازم ما نستعنو بالمخطف في هادا المرحلة هادا. حيث هو اللي كي يساعدنا باش نخليو الخدمة ديالنا مسرحة ومتحكمو كذلك في الهبطات ديالنا ووجو مقدم. ونكمل الجموع ديالي بها الطريقة هادي. وكيف لاحظو ان انا كنخدمو غيشي اشبيو وكنبتل المخطف يعني لازم ضروري كنخدمو واحد شوية الغريزات وكنبتلو المخطف باش كنتحكمو في هادا الهبطة هادي. وطريقة اللي كان قبطو بها العقدرة طريقة سهلة يعني كان قبطو جوج ستباعات من الأسفل وجوج ستباعات اللي كان قبطو بهم الإبرا وكنجروا هادا الهبطة هادي كانج ببدوعة. وكنبقى الخطامين وحنا كنشوفو القياس ديال الهبطة واش الهبطة ماشية معنا زيانة او لكن جيها طالها وجيها هبطة. وكيف كتلاحظو ان الهبطة ديالي يعني ماشية مقابلة يعني جيين شفتاحي يعني وحدة مقابلة مع وحدة يعني ما عنديش شي ديقالاج او لا جيها هبطة ولا جيها طالعة بالعكس جيين هما هادوك. وكيف كتلاحظو القفطان اللي عندي. أنت كان قيص. كان قاها الدعمة وأنا كان قيص. نكمل الجمع و نفتحها في الامام ثم نفتحها 20 سنتيم و نفتحها صغيرا نفتحها 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 تكتبوا تحضير المشكلة تحضير المشكلة تحضير المشكلة تحضير المشكلة ان شاء الله ما زالا نكمل معاكم الجزء الثالث غنشوفوا الطريقة ديال العوينات اللي كيكونوا مقابلين مع مع العقيدات في الفتحة وكذلك كيفاش نقدروا نديروا لعطفال هاد القفطان هذا وصلنا النهاية هاد الفيديو وكنتمنى نكون كنفيدكم وإلى فيديو مقابل ان شاء الله والسلام عليكم